والحديث عن الزلازل لا يزاله مستمراً تنبؤات وتضارف النظريات أخرها تحذير من العالم التركي ناجي جورو أحد أشهر خبراء الزلازل في تركيا وفي حديث خاص مع العربية نت حذر العالم من فجوة مرعبة وزلزال بقوة عشر درجات على مقياس ريختر ستضرب الصنبول ودون تحديد توقيت لذلك الوقت السبب يعود بحسب الخبير كما قال للعربية نت لوجود فجوة زلزلية في الصنبول وعندما يتم سد هذه الفجوة سيحدث زلزال مرمرة الكبير والمدمر رافضاً التعليق على توقعات العالم الهولندي فرانك هوغيربيتز بعدما توقع زلزال مدمراً بتركيا في الثامن من مارس الزلزال القاسي سيكون بمثابة زلزالين متتاليين لكن يمكن اعتبارهم أربعة زلازل في وقت واحد بشدة قوته حيث دعا رئيس بلدية المدينة للسعانة بالعلم لتقصيد السعانة بالعالم لتقليص حجم الخسائر في حال وقوعه وإسطنبول التي تضم 16 مليون شخص سيتأثر الجانب الآسيوي منها بنسبة أقل من الجانب الأوروبي بحسب العالم كما قال العربية نت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر